تدعو المتسابقة زهو زهونة جورجازي من جورجيا وتقرأ برواية حفص عن عاصم السؤال الأول اقرأي من قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارا حتى تعلموا ما تقولون أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارا وأنتم سكارا حتى تعلموا ما تقولون ولا جنوبا غابري ولا جنوبا غابري ولا جنوبا إلا غابري سبيل يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارا حتى تعلموا يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارا حتى تعلموا حتى تعلموا ما تقولون ولا جنوبا غابري سبيل يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارا حتى تعلموا حتى تعلموا ما جنوبا غابري سبيل حتى تعلموا ما تقولون يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارا حتى تعلموا ما تقولون ولا جنوبا إلا غابري سبيل إلا غابري إلا عابري سبيلا ختى تغتسلوا وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائر من الغائض أو لا مستموا النساء فلم تجدوا ماءا فتيمموا صعيدا ضيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم إن الله كان عفوا غفورا ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يشترون الضلالة ويريدون أن تضلوا السبيل والله أعلم بأعدائكم وكفى بالله وليا وكفى بالله نصيرا من الذين هادوا يحرفون الكلمة عن مواضعه ويقولون سمعنا وعصينا واسمع غير مسمع وراعنا ليا بألسنتهم وضعنا في الدين ولو أنهم قالوا سمعنا واسمع ولو أنهم قالوا سمعنا وعضعنا واسمع وانظرنا لكان خيرا لهم وانظرنا لكان خيرا لهم وأقوام ولكن لعنهم الله بكفرهم إلا قليلا بكفرهم ولو أنهم قالوا سمعنا واسمعنا واسمعنا وانظرنا ولو أنهم قالوا سمعنا وعضعنا وانظرنا ولو أنهم قالوا سمعنا وعضعنا واسمع وانظرنا لكان خيرا لهم وأقوام ولكن لعنهم الله بكفرهم ولكن لعنهم الله بكفرهم فلا يؤمنون إلا قليلا ولو أنهم قالوا سمعنا وعضعنا واسمع وانظرنا ولو أنهم قالوا سمعنا واسمع وانظرنا ولو أنهم قالوا سمعنا وعضعنا واسمع وانظرنا لكان خيرا لهم وأقوام ولكن لعنهم لكان خيرا لهم وأقوام ولكن لعنهم الله بكفرهم ولكن لأنهم الله بكفرهم فلا يؤمنون إلا قليلا حسبك السؤال الثاني أقرأ من قوله تعالى وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِّنْ قَبْلِكَ وَجَعَلْنَا لَهُمْ أَزْوَاجًا وَذُرِّيَّةِ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِّنْ قَبْلِكَ وَجَعَلْنَا لَهُمْ وَجَعَلْنَا لَهُمْ أَزْوَاجًا وَذُرِّيَّةً وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِّن قَبْلِكَ وَجَعَلْنَا لَهُمْ أَزْوَاجًا وَذُرِّيَّةً وَمَا كَانَ لِرَسُولٍ أَن يَأْتِيَ بِآيَةٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهَ لِكُلِّ أَجَلٍ كِتَابٍ وَجَعَلْنَا لِبْرَسُولٍ أَن يَأْتِيَ بِآيَةٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهَ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِّن قَبْلِكَ لقد أرسلنا رسولا من قبلك وجعلنا لهم أزواجا وزرجة وما كان لرسول أن يأتي بآية إلا بإذن الله لكل أجل كتاب لكل أجل كتاب يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده يمحو الله ما يشاء ويثبت يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب وإما نرينك بعد الذين عدهم أو نتوفينك فإلينا فإنما عليك البلاغ وعلينا الحساب فإنما فإنما عليك البلاغ وعلينا الحساب علينا الحساب حسبك السؤال الثالث اقرأي من قوله تعالى وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير ويعفو عن كثير ولقد جاء ويعفو عن كثير وما أنتم بمعجزين في الأرض ولا في السماء وما لكم من دون اقرأي من قول الله تعالى من أول سورة سبح اسم ربك الأعلى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله عثاء أحوى سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي السحف الأولى سحف إبراهيم وموسى سنتي بارك الله فيك ترجمة نانسي قنقر